تميزت قرية مختلفة في محافظة تعز بطرزها المعماري الفريد والنادر ومنها قرية أديم والتي صورت الحياة فيها مباني من الطين والأحجار في الجبال الشاهقة حيث وصل عمر هذه المباني إلى أكثر من 250 عام كانوا يعتمدوا على الطين وطلعوا الدور الواحد إلى ثلاث أدوار الدور إلى ثلاث أدوار وكل دور يكون من أربع غراف وحمام مطبخ وعاشوا فتر طويلة والحجار كان أكبر حقم والدور بعضهم إلى ارتفاع الحجر إلى 25 صنط وبعرض الطول حقها إلى 40-45-60 أهالي هذه القرية ما زالوا يعتمدون الطريقة القديمة في بناء منازلهم من الطين أسوة بأجدادهم وميزتها المرافقة لشموخها أنها تشعر ساكنها بالدفء في ساقع الشتاء كونها مكسوة من الخارج بالطين طبقا لنوعية البناء المعماري القديم نحن توارثنا البناء هذا عن الآباء والأجداد بطريقة استخراج الأحجار من المقاطع الصخرية ومن المناقف ما يسمى بالمناقف وكذلك الطين الذي يوقد من المنطقة الكدارية الذي هي الكدرة فكان الآباء والأجداد يخلطون الطين أو التراب بمدة التبن والماء ويخمر لمدة أسبوع أو أربع أيام ويقوموا بالعمل ببنائه لتماسك الأحجار عدم توفر مواد البناء قديما جعل أجداد هذه القرية يستخدمون الأشجار في عملية بناء المنازل خصوصا في الثقافة بالإضافة إلى الطين والأحجار من صخور الجبال لنحصل على هذا المنظر الباهر كانوا يخشون بالخشبة القديمة التي هي من الأسيار العلب والطلح والدندل ويعتمدوا على القصيع وعلى السعف يفلفوا من النخيل ويخشبوا ويعملوا تراب فوقها إرادة الإنسان تحفر الصخرة لتخرج النور من جوف الظلام هكذا تعلمنا من أجدادنا فهل نحن كذلك؟